وَإِذَا مَرِمْتُ فَهُمْ يَشْمِينَ وَأَلِفْتُمُوهُ مِنْ خِلَالِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي تُطْرَحْ تِبَاعًا أَلَوَهُوَ بَرْنَامَجُ وَإِذَا مَرِتُوا فَهُوَ يَشْفِينَ إذن أيها الإخوة الكرام تكلمنا في حلقة سابقة عن موضوع جد مهم لا أقول مهم ولكنه جد مهم في العلاج بالرقية الشرعية وما له من علاقة وطيدة ومباشرة بالطب النبوي لا يخفى على الكثير أن الطب المعاصر بدأ يتوب ويراجع حسابته مع ما ثبت عن الطب النبوي أي الطب الذي ألهمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فكان هو قدوتنا وكان هو قائدنا وكان هو طبيبنا وكان هو نبينا وكان هو ناصرنا بعد الله عز وجل فبديه جدا إذا اقتنعنا بالإنقياد يجب أن نلزم غيرنا بالقيادة ففطريا فطريا كلما تأثرت فعامل التأثير يجري في المؤثر وهذا معروف عند كثير من العلماء أقول وبالله التوفيق طرحنا موضوع تكلمنا عنه عن العنوان فقط ولم ندخل في تفاصيله وفي أبعاده في القدم وفي الحاضر ألا وهو موضوع التلبينة ذكرت أن التلبينة هي حساء كان يحذر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبإشرافه وبإلحاحه وبطلبه لكل من هو معه سواء في الأسرة أو في محيط الصحابة وكان يحذر حتى كل الناس يعني القريب والبعيد على الالتزام أخذ التلبينة في الوعكات الصحية المختلفة يعني على اختلاف أنواعها وينصحهم ويسر ويسر على الالتزام بأخذ هذا العلاج العجيب والغريب أقول التلبينة التلبينة يعني مصطلح في الطب النبوي لقد ثبت عن النفس السلام في الحديث الصحيح الذي قال فيه التلبينة تلجم فؤاد المريض وتذهب ببعض حزنه التلبينة تلجم فؤاد المريض وتذهب ببعض حزنه إذن الحديث ينقسم إلى ثلث أقسام التلبينة العنوان الكبير العارض هذا قسم الأول القسم الثاني تلجم فؤاد المريض هذا القسم الثاني القسم الثالث وتذهب ببعض حزنه لماذا قسمت هذا الحديث إلى ثلث أقسام التلبينة هي يعني يا محشر الناس يا أمة محمد استبشروا فقد جاءتكم وصفة نبوية يعني كما قال الله عز وجل لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى التلبينة هذا الجزء الأول تلجم فؤاد المريض الجزء الثاني وتذهب ببعض حزنه الجزء الثالث الجزء الأول التلبينة سأخذها كعنوان فقط يعني هذا الحديث أجزئه إلى ثلاثة الجزء الأول التلبينة ما هي التلبينة؟ ما معنى التلبينة؟ كيف تسمى في كثير من مناطق العربية والإسلامية هذه التلبينة؟ كيف يتم تحضير لها؟ ما هي إيجابيتها؟ وإن كان هناك سلبيات؟ بين قوسينا إن كان هناك سلبيات ما هي السلبيات؟ وأين وما وقت تناولها؟ ومتى تكون حاضرة في حالات المرضية؟ هل هي وقاية أم هي علاج أم هي الإثنان معا؟ التلبينة يعني يغلب عليها كلمة اللبن يعني المغالبة والتغليب في الإصطلاحات التلبينة فهو يعني دقيق الشعير دقيق الشعير وستشاهدون صور وفيديوهات يعني عن الشعير ومنافع الشعير الذي نتكلم عنه فالشعير هو الزرع بالمصطلح العامي عندنا الزرع الزرع الشعير وهذا الشعير هو رقم واحد في تلبينة في ترتيب وتقديم هذه الوصفة النبوية الشعير سميه كما شئت سميه الزرع كي ليبغي يقربه للخرطان في بعض المناطق وهو من يعني من عناصر القمح ولكن هو ليس قمح القمح والشعير والشوفان كلهم هذه من عائلة واحدة ولكن الشعير بالخصوص الزرع يعني أني نقول باللغة يعني بالمصطلح الشعبي المعروف في العرف الذي يظهر على الصورة الشعير ربما دائما عندما أجد شيء يحتاج إلى احترام واحترام شديد أقول لا احترام واحترام شديد ويحتاج إلى اهتمام واهتمام شديد ويحتاج إلى إلمام وإلمام معمق لا أقول شديد إلمام معمق أقف عنده ولا حرج مهما كان وضعه وما كانت نظرة الناس إليه سواء كانت بنظرة احترام أو بنظرة تقصير فالشعير عند جهين الخبر اليقين كما يقول العلماء عند جهين الخبر اليقين جهين التي أقصدها من؟ هي أوروبا والمخابر أوروبا والأطباء الأوروبيين والأمريكيين والغرب أنا جهين هذه التي أقصدها بهذا المثل بدون تعليق أستاذ جوجل ادخلوا اليوتيوب واشوفوا منافع منافع العجيبة والكبيرة والكثيرة للشعير رغم أنه رخيص الثمن وهو معروف عدة القدم أنه علف الدواب يعني يكلوه سمحوا له هذه العبارة غير الزويل يعني غير الدواب يكلوه ولكن في الحقيقة هذه يعني من عجائب من عجائب المفارقات العجيبة هو يحتاجه حتى الملوك لا أقول الملوك أقصد الملوك يعني الملوك يكلوه لما له من غنى طبي لما له من فوائد صحية جد وعالية وأعلى مما نتصور الشعير هو الدقيق يعني في التلبناء سميد ولا الدقيق ولا تشيشة ولا تشيشة كما يسموها تحاد النبتة التي ترونها على الصورة تخلط يعني تغلى تقدم تغلى في إناء ويوضع معها الماء يعني الماء يكون ثلاث أضعاف مقدار الشعير وزنا أقول وزنا أو حتى كيلا إذا كان مثلاً كوب من الشعير يحتاج إلى تلت أكواب من الماء يغلى يعني طحينه يعني الدقيق الشعير يغلى ويخلط ثم في الأخير يضاف إليه كوب أو كوبين كوب أو كوبين من الحليب وأقول حليب يعني ليس الحليب الاصطناعي الحليب المفضل رقم واحد أقوله الحليب المفضل رقم واحد حليب الإبل الحليب الثاني المفضل رقم ثنين حليب المعز الحليب الثالث المفضل رقم ثلاثة حليب البقر إذن هذه الترتيبات في أنواع الحليب الذي يجب أن تقدم في التلبينة وتخلط وتحذر به هذه الخلطة الحليب رقم واحد إذا توفر خاصة جمعة السحراء بشار والجلفة والجنوب يعني الجنوب حليب النوق متوفر والنبي صلى الله عليه وسلم يحظون ويقول عليكم بألبانها وأبوالها ألبانها ويقصد النوق وسنفرد لها حصص حليب النوق وحصص علي الناقة وما لها من عوامل وتأثيرات في العلاج الطبي إذن إذا كان ولابد فليكن حليب البقر أظن حليب البقر متوفر في جميع مناطق التراب الوطني يعني ليس عسير على الناس ولكن بالدرجة الأولى حليب النوق الدرجة الثانية حليب المعز الدرجة الثالثة حليب البقر وعندما تكون الخلطة يعني بدأت في التخطر يعني يتقال يعني ذلك التتقال ماذا نضيف له؟ شيئا من العسل وإذا تعسر على كثير من الناس على إحضار عسل الشهد لارتفاع ثمنه يمكن إحضار بعض الزبيب المجفف ويقوم بتناول التلبينة متى يكون وقتها المفضل وقتها كما نقوله الوقت اللي يجب أن نتناولها وأتمنى أن تكون هذه النصيحة تجد أذان سائغة وقلوب واعية وعقول نيرة تكون وقت الضحى يعني بين الثمانية والحدى عشر تعالصباح بين الثمانية والحدى عشر لأن تأثيرات الجسم في تلك اللحظة تكون جاهزة وقابلية مطلقة لا أقول تامة مطلقة لاستقبال كل ما يوجد في الشعين يعني في مدة من الثمانية يعني وقت الضحى ومن الثمانية للحدى عشر يا حب ذا لو كانت يعني على الدوام مش مرة واثنين إخلاص ندرك التلبينة ما يش نقوله فيها مشقة للحصول عليها يعني هي ميسورة التحصيل عليها وزيد على لا يمكن أن يتناولها الفقير ويتناولها الغني وأتمنى من الإخوة الأغنية من يعرف فقراء فليتصدق عليهم قدر من المال حتى يتمكنوا من العلاج فهي كانت الوصفة رقم واحد في علاج الأمراض المستعصية أقول وأعيد كانت هي الوصفة رقم واحد في علاج الأمراض المستعصية أعيد وأقول للمرة الثالثة لحساسية وإلزامية هذه الوصفة ولتأثيرها في عقلي وقلبي هي وصفة رقم واحد في علاج الأمراض المستعصية سأذكر من بين هذه الأمراض وما أكثرها ولكن ما هي الشائعة وذائعة في دنيا الناس الآن أمراض القلب على اختلافها أمراض العصاب على اختلافها أمراض الجلدية على اختلافها أمراض البطنية البطن وما حوى أعيد البطن وما حوى أمراض الكبيدة الطيحانة البروستات الكيلة حتى الأمعاء والقلون خاصة خاصة الذين يعانون من مرض القلون الانتفاخ والإمساك الشديد يعني القلون عندما تشاهدون الناس في هذه الأيام قاعدة مشكوم القلون خاصة أنا يقول لك عندي قلون عصبي يعني القلون نيرفو يقول لك أنا عندي القلون فينيو يعني صعب عسير الهضم وغير ناشط يعني القلون غير ناشط وخاصة خاصة عند القاسترولوج أتمنى أن يكون في الاستماع في هذه الحسة وفي هذه اللحظة تماما كاين القلون زيجزاقي يعني ملتوي يعني القلون ملتوي عند الالتواءات والإنحناءات عند البلي عند البلي تمامك تكون هناك تراكم الأوساخ والفضلات حتى تكون لمدة أقول لا وأنا مسؤول عن كلامي لمدة أكثر من عشر سنوات تخيل عنده فضلها في القلون مدة عشر سنوات ماذا تفرز من ميكروبات وجراثيم وأوساخ داخلية وتتولد وتفرخ وتزداد وتتسمم وتعلل يعني شيء عجيب خاصة اللي عنده القلون زيجزاقي يعني غير مستقيم التلبينة عجيبة يعني القلون عندما يشوف التلبينة سأقول لكم إشارة عسكرية إشارة عسكري يستعد استعداد كامل القلون يشوف التلبينة يستعد استعداد كامل يعني هو اللي يدير هالنونجل 4-20 دقري يعني زاوية قائمة 4-20 دقري وإذا كان القلون 4-20 دقري يعني خلاص المشاكل تعلق القلون كلها والقلون يفرز أمراض أخرى يعني يفرز القلق القلون يدير القلق القلون يدير الإضطرابات الحساسية القلون يدير الأمراض في البصر يعني في ضعف البصر والغشاوة على الأبصار القلون يدير بعض السكتات القلبية القلون أحيانا يدير أفيسي يعني الجلطة الدماغية إذا تراكمت مع مرضين آخرين يعني تكون ثلاث أمراض مندمجة فيما بينها تحدث جلطة دماغية دون أن يشعر المريض حتى الطبيب المعالج لا ينتبه لبعض الأمراض الأخرى فأيها الإخوة الكرام أظن أن التلبينة لها فوائد جمة وفوائد كبيرة أتمنى 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 للطلبة في الجامعات في الطب يعطوا شوية اهتمام للتلبينة شوف هذه رسالة لكل من يريد أن يجتهد عندما أقول اجتهد فهي نصيحة دسمة يعني نصيحة دسمة يحتاجها الطالب يحتاجها المهندس يحتاجها المسؤول يحتاجها المخترع يحتاجها التاجر يحتاجها كل من يبذل جهد يعني من يحرك عقله يرده كات كات إذا جلس تعبير رباعي الدفع إذن خاصة إذا كان له قلب رباعي الروح يعني يكون عنده فني دفع روحي ودفع عقلي إذا امتزج هذا الاثنين ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ لي كل التلبينة صن لجون لبلزانتي لجون يعني نقولها وانا مسؤول على كلامي وكانوا كثير يتسألوش عامل واحد مين نصيبه لي طريدووي طريدووي وماتماتيك نقولوا يعني كين عارف الأصل نتاعه مني نا كين دير عملية سين جيم وعملية تمحيث وانا التوسم السقحي يقول لها من السكن يقولوا شوف تسارحني يقول لي وقلوا نتاكليت التلبينة وعشت بها التلبينة ودارك يقول لي صح وهو ما وش عارف اللي تلبينة هي كانت سبب تفوقه مجرد برومو يعني نهضر في الرياضيات وفيزياء ميكاني كوانتيك والفاهم يفهم ما راكم فاهميني يعني هي تعطي الانتاج جديد للخلايا الدماغ وزيد في الاماتيار غريز عملها عجيب وغريب انظروا بحث في بلجيكا في 2018 ماذا يفعل الشاعير في نسيج الدماغي في نسيج الدماغي يعني حتى الباحث اقعد لممبر جيري بريزيدون جيري هو فاقهم يعني جابوا لهم معلومات جديدة لأول مرة يسمع وعندما قالوا وجدتوا هذا في الطب النبوي تراجعوا واحجموا وتلملموا عارفوا بالموضوع هذي يأخذ أبعاد أخرى فاحتووا الرسالة الدكتوراتي وعطواها النقطة دهف الحق بسع ما بوش يخلوها تروح بعين ولكن الشاعير إذا كان سيده الأولين وسيده الآخرين هو يذكر ويلحق لك عليكم بالتلبينة يعني تلبينة مجمة لفؤاد المريض فؤاد المريض أنا هذرت على التلبينة أنا في الجزء الأول من الحادثة ومن بعد نتكلم عن الجزء الثاني التلبينة هي من الشاعير زيد والشاعير الشاعير ما غادش يخرج غير روحوا هكذا الشاعير نسيبوه في مقلارد ولا يطيح علينا من السماء ولا غاد ينصيبوه مخزون ولا نصيبوه في بطن الحوت ولا لا 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 الشاعير يعني هو نبات نبات يخرج على شكل سنابل وهذه السنابل فيها حرط وفيها سرع وفيها درس وفيها وقت وفيها أمطار يعني فيها ما راح يمر عليها دلوا في باكم الجماعة شو غادي نقولكم شيء لأول مرة أن يقولوا على وسائل الإعلام أتمنى أن تكون هناك يعني أذان ملتقطة وليس ساغية ملتقطة الله عز وجل في صورة الرحمن يقول بعد أعوذ بلا مشترجين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للا نام فيها فاكهة والنخل ذات أكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان يعني وقفة والحب ذو العصف والريحان مباشرة بعدها شجي فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكرت كلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن 31 مرة سورة الرحمن هي سورة مدنية فيها 78 آية فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكرت 31 مرة وهو تحدي إلهي للثقلين للإنس والجان تحدي إلهي للثقلين الإنس والجان والآلاء ربكما أي النعم فبأي نعمة ربكما تكذبان زيد حتى عبد الله بن عباس حبر حبر الأمة ماذا يقول الريحان هو الرزق وهو معروف عندنا الريحان هو الحبق هو نبات الذي تفوح منه رائحة طيبة ونضعه في مداخل البيوت والسكنات وحتى أنه رائحة يجتموها الكثير وله عطور انسمحنا الحبق الريحان ولكن اللغة متعددة المعاني وعندما يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة تفسيرها من بين تفاسير الكلمة فهو الرزق لذلك جاءت أعقابتها فبأي آلاء ربكما تكذبان فالحب ذو العصف والريحان فالحب ذكر أحد عشر مرة في كتاب الله عز وجل والحب ذو العصف ذكرت مرة في سورة الرحمن العصف ما هو العصف يقول الله عز وجل في سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول الكعصف هو معروف عندنا هو التبن القرط أسميه يعني هو الشط اليابس الذي يحمل سنابل الشعير يعني ذلك الشط هذك إحنا نقول لها التبن القرط نعطوه هو معروف يأخذه الدواب يعني هو علف الدواب ولكن هذا في القدم أما الحاضر العصر الحاضر سيضر عليهم القرط والتبن جماعة وإلا ما صدقتونيش دخلوا أستاذ جوجل وشوفوا اليوتيوب وديروا العصف هذا ما كان ديروا العصف عصف الحبوب عصف الحبوب وتشوفوا ما هي دراسات أنفقت عليها آلاف دولارات من أجل الوصول إلى حقائق هذا النبتة العجيبة يعني على التبن عجيب جدا عجيب والحب ذو العصف والريحان مذكور في كتاب الله يجب أن تكون وقفة جادة وقفة ملزمة وقفة ملزمة وقفة متواضعة أمام قول الله عز وجل أنه وهو القرآن الكريم إذن إذا قال الله عز وجل والحب ذو العصف والريحان الحب والعصف يعني الشعير والقرطة تتاعه يعني والتبنة تتاعه الجماعة الدخلوا أنا ما نتكلمش دارك خليها من بعد في أحد الكلام يقول لها الخبر يجيب والتوالة الخبر يجيب والتوالة أنا دعوكم ما نتكلمش أنا نعطيه غيلي سينيو ونعطيه أهمية بعض الأشياء هي محتقرة ولكن هي وزنها أكبر من الدهب وأكبر من المس إذا قورنت بصحة الإنسان بقيمة ذلك الإنسان يعني كل إنسان وعنده قيمة وعنده قدره في المجتمع وفي الأمة والفهم يفهم إذن إذا كان هناك عليل فيه مرض مستعصي استعصى على جميع الأطباء وشفاؤه في غلي الشعير مغلي الشعير وفي مغلي تلك الشطوط اليابسة يعني سنابل الشعير نسموها تبن العصف العصف هو العصف من باب أولى أن نتواضع وتكون هذه أمة الجد وأمة القرآن وأمة الطب النبوي ويكون لنا السبق لماذا حتى نأتي الأخبار من خارج الأمة الإسلامية هذا عيب وشيء مهين ويؤصفنا للأسف الشديد يؤصفنا ولكن وجدنا مكرهين لا أبطال حتى نستدل بمن هم عداء الدين ولكن شا ندير لازم باش تقناع يعني يحتاج تجيب له قاوري وشعرها صفر ويلاقي شوف ويشوف الطابليات ويشوف لما شي كومبوزي باش يأمن ولكن هي بكل توادع في الطب النبوي موجودة وفي متناول الجميع حتى لا أطلع على الإخوة أظن أننا وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من هذا البرنامج أرجو أن تبقوا معنا فنتواصل بعد الفاصل وإلى اللقاء بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا مجددا لإتمام هذا البرنامج في جزئه الثاني ونتمنى أن نكون قد أعطينا هذا الموضوع حد الأدنى في موضوع أي أقصد التلبينة الجماعة فيها مدخلة نعم نعم تفضل السلام عليكم السلام عليكم الأخ أو الأخت تفضل السلام عليكم السلام عليكم الأخ أو الأخت تفضل المتدخل أرجو أن لا يقطع المكالمة نحن في الاستماع مصطفى مصطفى من اين من المسيلة من ورق لا من المسيلة تفضل خلال الصوت غير واضح الصوت غير واضح انا لا اسمع جيدا ارجو رفع الصوت حتى انا سماعه ونفهم ما تطلب من المدخل الاخ مصطفى تفضل انا في الاستماع الان الصوت واضح والله عندي انا تقريبا عايش في مشاكل كبيرة يعني الحياة الساعة اليومية تقريبا انا عندي جيران بنت قريب العشرة دائما ابني عمي تقريبا اولاك الاعمام ما كانش واحد يدر معايا خارج اطار وراي المسكن عندي محبة خاصة من الناس عندي محبة خاصة من الناس شي كبير شي شي عظيم يعني مع الناس الحمد لله صاحب يعني يميشي لا لا فخر الحمد لله في العمل التاعي الناس يحبوني في الخارج العمل كيف كيف لكن في وضع المسكن بالضبط ما كانش ما نشعر على وش اللي ندروا بس اللي دائرة مشروع مثال في البيت يعني امام بيتتاي حولها في البطن في الخارج مدينة ما ننجحش تماما اليوم اليوم للخلف الاخ الكريم ممكن اطرح عليك سؤال ممكن توقفك مع ذرا ممكن اطرح عليك سؤال انت تقصد انك يعني ما عندكش ما عندكش ترحب مع العائلة القريبة اي هم جيرانك انت عايشين يعني في حومة واحدة ولا في الدشرة واحدة ولاستو ادري يعني الوضع كيفش ها في الدشرة واحدة وفي حومة واحدة في حومة واحدة يعني علاقة غير مستقرة بينك وبينهم ما عدا رجاء حتى استضيح نوضح مليح والمشاهد يستفيد وعلاقتك مع غير هذا المحيد حسنة يعني مع هذا المحيد حكا هذا الذي تقصد حسنة 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 والله حسنة يعني اسمح لي الى كان اصبت الوصف انت ممن يقال فيهم مكروه من القريب ومحبوب من البعيد هذا الذي تقصد؟ هذا لي لقصده هذا لي لقصده ان شاء الله سأجيبك ان شاء الله وبالله التوفيق بالله التوفيق اذا اقول للاخوة الكرام حتى اكون عند وعدي كثير من الاسئلة في الحلقات السابقة لم اجيب عنها وعدتم قلت لهم عندما تأتي الفرصة في الحلقات القادمة سأجيب عنها وهنا عند وعدي هناك اسئلة سأجيب الاخ واجيب عني الاسئلة التي مكتوبة عندي هنا في الكناش حتى اوفق بين كل الحالات واسأل الله عز وجل التوفيق ولا تنسونا بالدعاء اذا الاخ انت تقول ان اخ مصطفى من مسيلة تقول عندك مشاكل كبيرة يوميا اي معاناة يومية وتقول عندك عداوة من المحيط القريب وعندك صداقة من المحيط البعيد هذا شيء موش مستبعد وموش غريب واتمنى لا تتسمم افكارك وتقول باللي ربما رهم يديروا لي ويعملوا لي حالات تكون شبهة طبيعية في العرف التعنى يعني معروفة لسببين السبب الاول هو غياب الوازع والرادع الديني والاخلاقي كما تكون شهادة التربية ثقافة مع المحيط القريب تدخل الضغائن والشيطان يفعل فعلتها يعني هذا شيء طبيعي وباديهي كما يقال الحياة تقبل فراغ ان لم نملأها بحق تملأ بباطل الحياة تقبل فراغ ان لم تملأ بحق تملأ بباطل فمنطقي هذا تحصيل حصل فلا داعي ان نخرج الموضوع خارج اطار فنديروها في السحر وديرونا وقال حتى انا لا ابرع المحيط ولكن انا اريد ان اشخص الحالة على براءتها هذا رقم واحد رقم الثنين انا مانيش عارف طبيعة تعاملك مع محيطك القريب ومانيش عارف طبيعة تعاملك مع محيطك معك فاتمنى اتمنى اتمنى اتكون معاملة بريئة متبادلة منك ومنهم لان كل انسان في هاد الدنيا يزكي نفسه ما يقولش انا فيها حاجة مش يملحة حاجة مش يملحة يقول كل شي فيها ملحة بما في ام العبد الضاعف انا انا اشكر روحي وهذا معروف مألوف وين رهدات الساجي والشاطر اللي يقول انا فيها سوالح ملحة بسع فيها سوالح مش يملح على تخلحت المعارضة تروضلك وتقول فيك سوالح مش يملح مش يملح مش يملح سبق دير عملية استباقية وتكون نجوتها في الارض وفي السماء اذا قيل عنك كذا وكذا يقولوا خصومك يقولوا راح قال هو قال انا هاكي دير هاكي دير هاكي دير يعني اللي قلتها بضاعة بايرة قديمة نتمنى ان شاء الله ما نكونوش من هذا الصنف من هاد الناس هناك مداخلة نعم سلام عليكم السلام شيخنا وشراك لباس الحمد الله ولا الحمد نكلم فيك من ولاية ورقلة الاخت فريدة من ورقلة مرحبا بيك وباهل ورقلة سلمك حبيت نحكي لشيخ انا عندي مش كلافين في الزوجتاعد نعم تزوجنا اذرك انا مدة خمسة وثلاثين سنة اهم في المفترة الاخيرة اذرك عندي واحد سنوات تغير منذوي واحده ولا عنده علاقة بولاد 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 قراه وما قراه واش كلاه وما تلاه وش مهموش متمدد في الصالة لا عنده اصحاب لا عنده لا علاقة زوجية عامين اذرك انا وياسر مفهوم مفهوم الاخت مفهوم مفهوم كما كهتحات المهم موجود في الضارة وخلاص خلاص حتى العلاقة زوجية كان يرقض في غرف تدرك مفهوم الاخت رجاء المفهوم اظن يفهمي الاشارة مني مفهوم جيدة متعودين على هذا النوع من عنوين من هذه الحالات ولكن ساسعى واجتهد مستطعت الى ذلك سبيل ان اجيبك وان شاء الله ان شاء الله ظني خيرا ولا تسألي عن الخبر ظني خيرا ولا تسألي عن الخبر الاخت فاردة سأجيبك وكل الحالات اللي مثلك وما افترها وما افترها خلاص الاخت سأجيب سأجيب وباله توفق بالن الله ان شاء الله ان شاء الله تفرحي ويفرح زوجيك والعائلة تاعك وامثال الحالات تاعك ان شاء الله سأجيب قلت الاخ مصطافا من مسيلة قال انا عندي مشاكل يومية مشاكل يومية يعني في الجزائر كله معنى مشاكل يومية بختي سلعب ضعيف عندي مشاكل يومية بل حتى آنية يعني مشكل مرا مشكل مشكل ولكن كيف التعايش مع هذه المشكل هذا هو المشكل في حداته كيف تتعايش مع المشكل قد تأتيك مشاكل شخصية ذاتية قد تأتيك مشاكل عائلية قد تأتيك مشاكل جيرانية قد تأتيك مشاكل محيطية تأتيك مشاكل مهنية قد تأتيك مشاكل خارجية يعني مرادية مشاكل فيها فيها يعني سنة الحياة هكذا تمشي إلى أن نلقى الله عز وجل ولكن هناك نوع مشاكل من المشاكل كيلي يقول يهودية مشاكل جيني خطرة في الأسبوع نقبلها ربعة الصباح وربعة عند الطنعش وربعة عند العصر وربعة عند الحشي يقول لي هذا تسونامي مشاكل ونبشر ومحدود في المقاومة ما نطقش نقاوم وزيد قدرات أدوات للمحاربة هذه المشاكل ما نطقلها شوف الجماعة المشاكل أحيانا هي في ظهرها النقمة ولكن في ظهرها اللي يتمعن فيها ويتأنى ويشوفها بعين البصيرة وليس البصر هي نعمة هي دروس بدون شيخ يعني بلا ما تخلص بلا ما تروح الأكاديمية هي اسمها مدرسة الحياة ولكن قترة الدرب وكي قوى عليك الدرب ما نطقش نتقاوم صح هذيني معاكم فيها ولكن من تعود وتدرب وتمرس وتترس بالمشاكل وللمشاكل وضد المشاكل سيصبح هو في حداته مشكلة على غيره نظر كلامي من فهم هو يصبح مشكلة على غيره كيكون هو مشكلة على غيره يعني خلاص المشاكل تهرب تفر ما تقابلوش ربما أي مشكل كان رايح جاي اللي يدلو مشكلة هو يزرب عليه يعرف إذا دلو مشكلة غادي يترتب عليه عشر مشاكل يعني تكون عنده جهاز مناعة ضد المشاكل ولكن كيف الحل نحن خسنا الحل ما خسناش الفلسفة والكلام وإطالة المواضع شوف أنا خطرة كنت نروح لدولة خالجية لا أريد أن أذكر اسمها فيها وزارة ربما أريد أن نقول اسم الوزارة تعرفوها شيء وزارة السعادة دارين وزارة سموها وزارة السعادة داروا لي دعوة وكان عندهم ناس حالات مرادية ودرت لهم موعد وكانت الحاد وكي يعرفوا واحد واحد يقول عشرة وعشرة يقول المية وهكذا وبدأت نرقي في هذه الوزارة يعني في هذه الوزارة والقائمين عليها نساء ورجال فقلت هذه وزارة السعادة بسعر ما كانش السعادة كيف يستموا عنوان وما تعيشونه ضد العنوان يعني وزارة السعادة بسعر ما كانش السعادة استغربت وكان عندي فضول ولا كان عندي إجابة ذاتية يعني معروفة بديهيا يعني من باب الاستنتاج الفكري والاستنتاج الميداني تعرف يعني السعادة أخطأتم في العنوان أنا أقول لكم السعادة ولو أنه عنوان صعب وأنه يليق لها شوية كات كات ويليق لها شوية تواضع ويليق لها شوية تركيز في الشعير الشعير زراع زراع فيه السعادة وغض ينثبت باللي فيه السعادة في أمريكا وعيد وعيد أخذ أنا مانيش متأثر بأمريكا بالعكسة والله ماني متأثر بيها ولكن تغيذني تغيذني كي نشوف بضاعتنا عند هاد الناس وإحنا مبهورين فيهم غيف الزجاج غيف البيطان غيف الحديد يبسا لازم نبهره في الأفكار حنا خصنا انبهار في الأفكار الأفكار الإيجابية الأفكار ذات المرضود العالي وليس ذات المرضود السلبي أنا سيبهم دائرين قرأوا تشوفها في جوجل فاني أنا الفاصل بيني وبينكم جوجل ما غادي وين نروح جوجل واش يقول دراسات دراسات لا أقول دراسات أمريكية وجدوا في الشعير مادة تبعث السعادة في نفوس الناس وعيد دراسات أمريكية لا أقول دراسات جمع مؤنث السالم يعني سيغة الجمع ولا سيغة الإفراد هناك دراسات عالية ومتطورة في أمريكا وأوجدت أن في الشعير مادة ماش بنا ندخل في لخطرها الأكاديميين باش يفهموا كلامي ولكن نتكلم بالعموميات مادة تزرع السعادة في الإنسان تذكروا مرة شا قلت لكم الجيش الأمريكي يستعمل تلبينها ومتطورة وما هي جمعينة وما هي، وأنا هي جمعينة حسناً لكنها هي جمعينة لما هي جمعينة سابو الشعير سابو الشعير ينزع القلق القلق الانغوة سابو الشعير يقلع الكوشمار يعني الأحلام والكوابيث المفزعة جربوه يا جماعة أنا أن يقول الشعير شوفوا الشعير ودخلوا لأكاديمي وليقراف الجامعات في الطب دخل لقراف الشعير ما تقراش سوال ما نشي قل ما تقراش ولكن أعطي أهمية تدور البوصانة شوية توضعوا ديروها عبادة ديرها عبادة ديرها مع الصلاة ديرها مع الزكاة ديرها مع الجيهة ديرها مع الحج ديرها ديرها لله لله ولرسول الله ما تحشمش بها قراء على الشاعر قراء بفرنسي بلونج لي بلالما و بلسبانيون بكل اللغات و بكل هاجات قراءوا على الشاعر و قولوا بالله مرشقال على الشاعر و تشوفوا شا في الشاعر فيه مادة قوية تبعث السعادة في قولوا بالناس زيد الشاعر تشايدين يدين كوراج يا جماعة يعني كوراج تسمعوا شي ناس هكا شي ناس تنزل عليهم النوازل من يكون الشاعر يتغير تار مخوف يعني من بعد اللي كان الفوق ينزل إلى أسفل و تصيبها عنده خزان استراتيجي كبير في الثبات لذلك احنا تقرأوا من بعد تصيبوا آيات السكينة آيات السكينة ستطلع عليكم و تشوفوها و مدابية تقرأوها على ما و قبل النومة تقرأوا آيات السكينة و هذه آيات السكينة هي تكون سبب في السكينة يعني و نتمنى يكون الماء مرقي مغلي الشاعير هذه وصفة دهام من عندي مغلي الشاعير رقوه بآيات السكينة التي ستطلع عليكم على الصورة و هذه آيات السكينة عندما تقرأ عندما تقرأ على مغلي الشاعير في الليل ردوا لي الخبر و شاشة تشوفوه ما كان تهتريف ما كان كوشمار ما كان منازعا ما كان تبلل الوسادة يعني ذاك الريوق ما كانش الأحلام مفزعة حتى الجهامة يسموها يعني الجيافة جيفو في الليل و هذا نوع من الجن سموها القارين الشاعير جماعة غادي نزيدكم معلومة أخرى الشاعير يخاف منه الجن الكافر هذا من باب الخبرة مش من باب الكلام و قريته هنا و اللي هي وقع الجن الكافر لا أقول الجن مسلم يخشى خشيته كبيرة من الشاعير أي والحب ذو العصف والريحان فبأي ألاء ربكم تكذبين في صورة الرحمن يعني فيها إشارة لطيفة يا معشر الجن والإز أظن هناك مدخلة أو هناك سؤال الأخ أو الأخت تفضل أنا في الاستماع نعم نعم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام من معنا ومن أين الأخت أنا من السينيا من السينيا من وهرن نعم صغير سخصيك على بنتي بنتي عندها 32 عام نعم والناس قع يبغوها و مكسل يدفل للدار يخافتونها بش يدقنوا و مكسل يدفل للدار نعم يشوفها في الخدمة يشوفها النس يقولها ما شاء الله يشوفها نقرش يقولها سيطابريني ما تتزوجيش عزينة ملاحها قلها خدها ما كل شيء يعني باختيصار شديد اسمحي لي اسمحي لي يعني عليها مسحة من جمال يعني مقبولة شكلا مقبولة شكلا مقبولة شكلا علش قطعتوا رحمة ربكي ما هكا علش ما تشوفوش بالنظرة الإيجابية في هذه الدنيا الدنيا مملوة بالإيجابيات صح كاين السلبية ما قولتش الله أني عايش معاكم أني في الجزائر وعلى المشاكل التي تعيشوها نعيشها وربما بعض المشائل يعني لا أتظهر بأني مصابكة ولكن كاين أشياء كاين أشياء تبعث على السعادة من بينها سنعطيكم بين أشياء السعادة يا أخي أنا عشتها عشتها ميدانية نذكر لكم بعض الإخوة سمحوا لي اللي واقع في هذه المشكلة ولكن الضرورة اقتضت أني أسرد هذه الحالة وقال لي شوف قال لي كي نشوف قاع الناس قاع نحسدهم وهذا ما وش عارف شعال عدو في رزقه يعني اللي يطلبها في الدنيا تحضروا في الدنيا مادية نقصد ولكن محروم من حاجة قال لي ما سويتش مفهوم كلام ينظر ما عندوش يعني يحوس على أصله قال لي ما سويتش ولكن قل لي أنا اشتارها في الدنيا قال لي أنا نطير مع الطيور قال لي نحطها في الصفحة نبت يعني يساجي وانا نعرفه ولكن عندو هذه المشكلة أحمد ربي عندك أب و أم ولو فقير ولو مطرود ولو رك في الشارع ولكن عندك أب و أم هذي أحد النعوش كاي نبس إيجابيات في هذه الدنيا أحمد أنك مسلم وكون جيت يهودي ولا جيت مجوسي ولا جيت ما نش عارف كده أنا خالط يعني كثير من الديانات مسيحي يهودي حتى في المسيحيين أرتودوكسي كاتوليكي بروتستاني يعني ولكن نصيبهم ساكن لهم في الدنيا في الدنيا عايش زواق يعني زواق 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 ما يخصش ما يقولش الله يعني ونشوفه تقدم ولكن الداخل خواء يعني الروح مكاش لذة الروح مكاش سعادة الروح مكاش أش عام المرة واحد يقول لي أني في الغرب قال لي كنت مقلق على الحرقاء والروح وندير وقع وكل شي قال لي كيروه جمرة وتقسها في المر قال لي لي كنت عايش هنا مع الحرمان والفقر ولكن هناك نعمة أخرى لا يعرفوا قيمة الموجود حتى يكون مفقود قال لي أنه كان متوحش الوالدة تاعي أني متوحش حتى العرقان تاعها قال لي أني متوحش القبر تاع الوالدة تاعي قال لي ما كنتش نعرف قيمة هذه الأشياء وأنا أصول وأجول بينتهم قال لي أني متوحش وشا قال لي أني متوحش حتى اللي كانوا يحزدوني شو وين وصل ذا قال لي كانوا يحزدوني قال لي هذو اللي كانوا يحزدوني كانوا يعطوني دروس وما كونش نعرف قل لي هنا توفا بيا بسا ما كاش حاجة بيا توفا بيا بسا ما كاش حاجة بيا وراكم فهميني ولي راهم فالغرب راهم يسمعوني وشافوني معها ووليت نعطيها من قولهم هادي عيشة هادي هادي عيشة هايا رك عايشانا قاعي شوفوا فيك التفاتة التفاتة الغريب واش من حالة نعيش معذب في بلادي ولا نعيشانا مرحبي في الغرب مخصنيش أنا أريد أن أعيش عبدا لله وإن كنت مقهورا أعيش عبدا لله وإن كنت مقهورا أعيش عبدا لله وإن كنت محروما أعيش عبدا لله وإن كنت مظلوما أعيش عبدا لله وإن كنت مع هذه الأشياء كلها ولكن العبادة لله هي السعادة التامة والتلذذ بها هي مرحلة الأسعد إذن نقول لكم بعض الناس دولي عايشين مشقة يبدلوا شوية لفريقونس يبدلوا شوية يدخلوا في الروحانيات ويشوفوا السعادة ونقول لكم لو علموا البحبوحة التي نعيشها لقاتلنا عليها الملوك كما قالها السابقون الأخ هذا اللي قال الناس البعاد يبغوني والقراب يكرهوني نتمنى حاول دير الويندوز بدل الويندوز على العلاقات التي عكي لجهزة التعبير مع الأقارب شو نعطيكم نصيحة وحدة شهي أفش السلام كما قال النبس السلام أطعم الطعام أفش السلام وأطعم الطعام وما ليش نقوله قوم والناسونية ما سيدي قال سيديرك تتعافي النهار ما نغفلكش ما ندلكش مشقة وحدة ولكن بالوقت تجي إن شاء الله ولكن السلام إلا بغات يرد عليك ويسبك قوله السلام الطعام قال درتنا يا طعام خليه إلا بغات يشك يقولك إش ما دار لي أنا أنا عارف كي يخمم الخصم درتت زلفة طعم دير زجعت زلفة درت كوريفات رواية لا عطيش ويا كوريفات رواية ما تخليش ريحات السرعو دبحت خروف وما عندوش عطيه هذه تدخل في تلطيف وترطيب العلاقات الدبلوماسية الجوارية هذه تدخل هذه مقدمة فقط ومرة وثنين وثلاثة ومئة وثمانين وألف وثمانة عشر ما عليش ما تكرهش ما تكرهش لازم ما تكرهش يعني هو ربما يقولك إلا يتودد إليه يشعر بأنه ده خليه خمم وهذا امتحان ذاتي في نفسك خليه خمم هك ولكن أنت الغني ما تديها في سما وسينزل الله عز وجل سرا في قلبه يلين قلبه ربما يتوب 180 درجة إلى مشي اليوم بعد أسبوع مشي أسبوع بعد شهر وهكذا يعني الدوام يتقبل رخام هذه مسألة الأولى يعني تصليح العلاقة الدبلوماسية مع العلاقة الجوارية العم والأخ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الصدقة على الأقرب إلا كانت هناك عشور أعطيها لهو اللون كان هناك صدقة أعطيها لهو اللون مهم أي حاجة ونعطيكم نصيحة وحد أخرى نتمنى أن أصحاب لي متخصين خاصة في هذا العصر متخص في الخلايا 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 يبغي يجيب لك الخبر غير لي يخلع غير لي يطلع عليك الاتنسيون إلهي طارنت يديرها لك سواصنة وإلهي سواصنة يديرها سونك خاطر وفا مهموش المهم يبغي يجيب لك الخلايا هذا غفر الله لنقو وهذا عمل هذا عمل يضمه الله ورسوله وإمة المسلمين أخويا الرسول يقول بشير ولا تنفيره يسير ولا تعسيره تمارك تعاكس الهدي النبس ومت مع خبر زين جيب أهله اروح تجري جيب أهله إلى بغطة ربعة أصباح هده ربعة كي تجيب له خبر زيني يقول يشوفك زين وكي تجيب له يعني رسالة مبشرة يشوفك بشير هذي رسائل ملطفة والجماعة مين يقول لك متل العلاقة مع هذي المحيط القريب ماولش معنها باللي تحوز تربحوك اش ما تدي من عنده الليد لا ربح السماء وكي تربح السماء تربح الأرض باختصار شديد بارترون زي تي فيتي في الرياضيات يفهموا كلامي يعني كي تربح السماء رب يفتح باركات أخرى باركات أخرى ربما قد تربح من عنده العزيزي بالمال الحلال الطيب إذن الأخ الكريم أظن أنني قد وصلت إلى إجابة هذه والحالات التي تشابها هناك مدخلة أخرى فريدة من ورقلة قلت لهذه أخت فريدة من ورقلة قلت بأنها هي مدة الزواج 35 سنة وزوجها ما زال يعني يعاملها معاملة باردة وجامدة ومجمدة ومجمدة إذا جز التعبير إذا كان هذه العلاقة رهي جامدة أنا قولة 35 سنة رهي عشرة وكما يقال في المثال الشعبي العشرة فتاشة يعني أنت تعرفي السلبية والإيجابية تتاعه وهو يعرف السلبية والإيجابية تتاعك ربما كل واحد يصفح عن السلبية الأخر ويقدم الإيجابية الأخر هذه رقم واحد رقم ثنين الأخي لك تسمع فيها ولا قالوا لك ولا سمعوك ولا قالوا كين حالك يمتعك ولا رقاعد إحدى زوجتك وكما يتعرف روح ترقي روح ترقي ونعدوك إن شاء الله كي ترقي أنا أنا متيقى أنا متيقى من باب اليقينيات مشي من باب الإخباريات ولا خبر عاجل أنا عارف باللي عندك مشكل لأن من خلال كلام زوجتك وترتيبات المفردات والعبارات وأهات والتقطعات عندنا واحد التوسم في تشخيص الحالة من خلال الحورة فعندك مشكل مشكل سحر التفريقة وكلاكما ضحية لا أقول أنها هي ضحية كي لكم ضحية هي لا تقدر ليس لها الأدوات اللازمة والعالية جدا حتى تشخص التشخيص الدقيق والمفيد وأنت لا تعرف أين أنت في متها وتبدو كأنك في حلتك الطبيعية أنصحك أن تقدم نفسك إلى الرقاة وفي أسرع وقت وفي أقرب مكان الإهمال العائلي الإهمال العائلي نظر لولا نبدأ في الأسباب المقنعة العادية ما ندخلش مباشرة في السحر والجن والعفاري وندخلوا في هذه الأمور نبدأ في المقنع إلا كان هناك أزمة مالية طبيعي جدا يكون هناك إهمال عائلي يعني ما يطيكش شريم مناسبات هالدخول المدرسي هل يعني المواسيم الأعياد من إشعار فنيا الرحلات السيارات والمدخول الضعيف ما يطيكش يعني ربما لم يشوفوش أحيانا تكون الطالبات فوق العرض إذا كانت الطالبات فوق العرض هذا معناه أن هناك الاستجابة تكون محدودة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأرجو إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطع إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطع هذه نصيحة أولية ومبدائية أما إذا كان هناك الإهمال الحقيقي شون قلكم الإهمال الحقيقي السيدي دخل أكثر من ربعين مليون في الشهر جماعة دخل ربعين مليون في الشهر وعندك إهمال عائلي شوف أنا يقولها لك 99.99% هذا يا إما يا إما عندك مشكلة خارج البيت ما نش بغي نقولها وراك فاهمين إشاني قازد يعني مشكلة سوسة رأيت يأكل برا وإلا عندك سحر نفور عن الأولاد وعن الزوجة يعني ما كاش يعني أحد الحالتين إلا دخل ربعين مليون الفقاء ربعين مليون يعني رهي دخل معتبر وربعين مليون في واقع الناس كل واحد وكالي عنده يصرف كالي مبذر يعني في الإسراف تجدوا يشتهد في المصروف أكثر من الإدخار كالي ما يعرفش كلمة الإدخار ما يفهمش مصطلح الإدخار يعني يدس جحيحة كما نقول لكن تعقلوا ربما قديما كان الثقافة تطلع مع الأطفال مع الأطفال يديروا له الحصالة يعني جحيحة سموها الحصالة تطلع معها ثقافة الطفل نتمنى ترجع هذا الثقافة وهذه في حداتها رقية وهذه رقية عالية في الاقتصاد العالمي الرد هنا قاع في العالمي قاع سقر نديرها لها بورتي لها بورتي كبيرة يعني مدى بعيد الطفل كي يتعلم على ثقافة الإدخار ويفرح يستبشر من يحلها يعني ذاك الوقت نمامو ديروله التلبينة يفرح يأكلها نهار ليحلها وتفرحوا به ما ديروله لاش الأنيفرش على تقلدوا الغرب قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم قلدوا الصحابة قلدوا العلماء الصالحين إذن سأتوقف وقفة حتى أكمل هذه الحالة هناك مداخلة نعم السلام عليكم نعم أنت في الخير أستاذ وشرك لباس لباس الحمد لله أستاذ عندي سؤال الأخت الأخت الأسم البلد المدخل من الثاني عفوا الأسم البلد الأخت نسي ما من درجانة درجانة أهلا بكم أهل درجانة سلمك تفضلي مرحبا أي سلمك قلت لك تدخل في أزمة نفسية نعم كان كين واحد المشكل عنده سكني تدخل في أزمة نفسية أنت أو واحد من الآخر بتاعك هو هو وليدي أه ابنك ابنك سأهل الأبنتاعي السنة 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 رو 25 عشرين سنة تفضلي أه طالب الطالب 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 ولا يعمل ولا قاعد بالطالب لا لا يعمل وذكره حابي عاطل ما ره يدير ولا عاطل ليه عاطل سهل تفضلي أه قلت لك أستاذ وذور كامل ينتبع له في الطبيب نفساني بس صحة ما نيش حبته يكمل في الدواء قلت أستاذ انت هي لك خلطة تمدهالي ولك نافيحة تمدهالي تفكير لهم خاف هذا الدواء لا يبقى به الأخت عرضتها على الرقية وعلى الرقات ولا أول مرة سيقوم به هذه الخطوة لا عرضت مرت وانا نعرض فيها على الرقات وكيف كانت النتيجة وقالوا لي ما بيهوالو ما عندهوالو في التشخيص يعني ما عندهوالو ولا عند الطبيب النفساني عند الطبيب النفساني عنده مشكل وشي قال لك البسيكولوج شي قال لك ذلك ستمر أنا ذلك رح نبدأ البسيكولوج كنت مع البسيكات خذلك أنا رح نجوز عند البسيكولوج عطوها الأدوية والأقراص يتناولها صحة يتناول القرص كل سبعة تعالشية تجمية تعطيني اسم القرص تعطيني اسمه ريتسال خلاص خلاص أنا مدبيا ما يكملش في هذا إن شاء الله سجلنا المعلومات وسنحاول إجابة عنها بإذن الله إن شاء الله ياتك الصحة ياتك الصحة أستاذ الله يسلم ربيعا ونكصح إذن هناك السؤال اللي قلت للأخ عندها زوجها عنده علاقة جامدة بين أولاده وما عنده الإنفاق العائلي يعني إهمال الأسري وخلاص في القانون هي معروفة يعني الإهمال الأسري ويترتبع عليه بعض العقوبات ولكن أنا لست قاضي ولست إمام ولست يعني أنا في الرقية ما يحتاجه السائل في موضوعي يعني الرقية الشرعية ولا أخرج من هذا الإطار وليس لي حق أن أتكلم في إطار آخر فأتمنى أن يعرض نفسه على الرقية مرة وتنين وتلاتة وإن شاء الله إلى مش히 راقي عند زيد يروح عند عمر مش هي عند عمر يروح عند علي وهكذا وإن شاء الله سيجد الأخت الرقية ما وش معناها كاين ناس يقول كاين يروح عند الرقية وما ريحت كاين لي جلسة تنين ثلاثة أربعة هذه واحدة واثنين كاين لي رقي واحدة تنين ثلاثة ومين يقول أن تروح عند الرقية الأول وطرح عند الزاوج هذا لا يعني أن الأول أقل كفءا من الثاني لا ما تفهموش خطأ ربما العمل الأول ينتهي عند قدرات المعرفية والخبرة التي يكتسبها وإذا جاء الراقي الثاني سيكمل ما قدمه الأول فكلاهما يصب في خدمة هذا المريض الأول والثاني يعني تنجم تقول يعني يتراوى يتريحوا يتريحوا عليه هذا الطاقة التي أعطاه القدر المطلوب في اختصاصه وفي مستوى لكن أعطاه إضافة قدم والراقي الذي يليه كذلك وهكذا حتى يصل لماذا؟ لسبب مقنع القرآن هو البركة في الشفاء والأدعية الثابتة عن نفسه هي البركة في الشفاء قرها زيد ولا قرها عمر ولا تختلف قدرات الروحية والإيمانية واليقينيات هذه معاكم فيها ولكن بركة القرآن تبقى بركة القرآن بركة القرآن تبقى بركة القرآن وسأعطيكم الدليل كان يجعم المريض يجيبوا لي مريض هكذا يعني محكوم في حالة خلاص حالة محكوم في الجن يهدر ويتكلم ويسرخ ورابطينها مرأ ولا رجل يقولوا مشعل لنا هالقرآن الجهاز يعني البوست ولا تليفزيون مشعلوا له انحكم هالجهاز عنده إيمان عنده يقين عنده يقينيات هو غير دي كمبوزون إلكترونيك وصحي غير دي كمبوزون إلكترونيك بسحة الذي قرأ ما وش عقد النية يعني المقرأ اللي قرأت تلوى ولا قرأها في اليوتيوب عقد النية باش يخدمه وقرأ قرآن وكفى يعني كانت تلوى تقرأ ولكن أثرت في من يتلقاها سواء كان مقارب سواء كان بعيد سواء كان حاضن سواء كان غائب وهكذا يعني هذا استدلال عقلي حتى أقرب الفكرة للمشاهد فالمواضيع التي يكون فيها قراءة القرآن مبروكة مهما كان مصدرها مهما كان مصدرها سأعطيكم دليل آخر عندما تقرأ القرآن في قول الشيطان قال أنا خير من خلقتني منه وخلقته يعني عندما تقرأ قول الشيطان ما ونشمعنا قول الشيطان ولكن القرآن في كتاب الله ولكن هذا ليس بقناعة يعني الشيطان فيه باركة ولكن الله عز وجل أنزله على قلب محمد وعن طريق قلب محمد وصل إلينا وهكذا يعني هذا استدلال آخر ولكن عقد النية هو شرط أساسي عقد النية شرط أساسي عند القرآن على المقرؤ المقرؤ عليه هناك يعني أسئلة كنت أتمنى أن أجيب عنها فبدأت تتراكم لدي الأسئلة القادمة والجديدة أسأل الله عز وجل يعني سأخصص حلقات خاصة غير الأسئلة حتى لا نحرم الناس من بعض العنوين وهناك عنوان يعني يستوقفني في الحلقة السابقة واحد قال لي قال لي العين العين اللي تسيبه يعني اللي تسيبه هو موضوع العين ولكن نتكلم عليه العين اللي تسيبه اللي عنده يعني مال تحرام 14 العين تأثر فيه ولا الله وعنده مال تحلال 14 مال تحلال العين تأثر فيه العين تأثر في المال الحرام والمال الحلال ولغي في المال الحلال هذا موضوع شيق ويحتاج إلى إجابة دقيقة ومهندسة يعني في غاية الهندسة حتى تقنع من يتلقها وأعجبني هذا السؤال وهو موجود عندي أعدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة سأقدم لكم هذه النصيحة ولكن سأعطي ملاحظة أخرى التلبينة ترفع الحسد والعين والجن الكافر يبغضها بغضا شديدا أظن أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج وإذا مرته فهو يشفين أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربك بعزتي عما ياسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا مرمت فهو يشفين وإذا مرمت فهو يشفين وإذا مرمت فهو يشفين